أعلنت وزارة الصحة عن رصد وتسجيل حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجدة لأحد الركاب العابرين من حاملي الجنسية المصرية قادما من نيويورك متجها إلى القاهرة عبر مطار الملك عبدالعزيز في جدة حيث رصدت كاميرات الرقابة الصحية الحرارية ارتفاعا في درجة حرارة مريضة وتم عزله من مطار بشكل مباشر ونقله إلى مستشفى بمحافظة جدة وكان الراكب موجودا في مصر قبل توجهه إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربعة عشر يوما السابقة لقدومه إلى مطار جدة وبهذا يصبح مجموع الحالات المسجلة للإصابة بفايروس كورونا الجديد داخل المملكة إحدى وعشرين حالة وتطمئن وزارة الصحة الجميع بأن جميع الحالات المعلن عنها معزولة حاليا وجر التعامل معها وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لها وفق الإجراءات المعتمدة